موسيقى 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 لتظلم قدامك مثلا هذه كلهم حالة نعبر عليهم بوصيلة شخيصية نفهم بوصيلة نفهم انفسه نقدموا لهذ PEG لما المعلمات مع ما اشتاء وال folds هناår كخصصENE تصريد هذا يعني بأنه ممكن إلى ما عبرناش عن المشاعر ديالنا خاصة الغضب والحزن والخوف بشكل صحيح يمكن نتحول هذا المشاعر إلى أحاسي سلبية ويمكن لها تأثر علينا في الحياة ديالنا إذا نحترم المشاعر ديالي نشخصها نحط عليها واحد الإسم هذا يعني باش نفهم راسي وشنو كنعيش في ذاك اللحظة بعد المرات كيقدر شي أب قاطع معا ولدو الشنطي وطلق له من يدو هرب غادي يمشي للجهة الخرى تخطوه ويعطيه واحد القتلى دياله ودبا شنو بيين طفل دياله تيقول بابا رغضبا وورا الخلعة دياله اللي تحولت له هاكا ما معرفش عبر عليها بطريقة صحيحة دونك هاد الأمر خصنا نتعلمولو حنا بعدك أبا ونعلموه لوليداتنا نوصلوه لوليداتنا نوصلوه لوليداتنا وخاكوتش لاسمحتي كيفاش نساعدو الطفل على التعبير على المشاعر دياله بطريقة صحيحة هنا غادي نبدا بواحد المسألة مهمة هي نعاونوهم باش يعبرو على الأحاسيس بعد ديالهم قبل ما نشوفوا الطريقة صحيحة نعاونوهم غير باش يعبرو على الأحاسيس ديالهم أولا بتعبير نحن عن المشاعر ديالنا حيث نحن كيف نقولوها في كل حلقة لأن نحن قدوة نعلمهم بكلمات أنا مني ندخل مع الصباح للدار خصني نقول بأنني أنا راني اليوم شوية تعبانة شوية مع الصباح خصني يكون عندي هادلو لانغاش دائما تنتكلم بيه في الدار أنا فرحانة أنا هادئة أنا هكا يعني بكلمات سمدون نعبرو بالكلام يعني باش عبرو بالكلام يعني باش يفهم يولي فهم مثلا الأب إذا دخل من الدار واش مقلق واش فرحان حتى هو كيقرأ وخاف سين صغيرتي يولي يقرأ الأب دالو لالأم دالو يبل كلمات ولا بنسبة الوليدة الصغر متى عرفوش يعبرو بالكلمات دونك كيمكننا عنا واحد طريقة داكية ديال التابلو ديالي زيموتيكون ديالي زيموتيكون ديالي زيموتيكون ديالي كنخدمو به هادوك عنا ديزيموتيكون ديال تابلو كيمكننا نطبعوهم من انترنت وكان جي وكانتقول لطفل دياليك ودابا أجي يقولي انت دابا باش كتحس كيفاش كنسميه احنا لاماتيو حالة طقس ديالتفل الفم مثلا مقلق واش مقلق واش داحك واش عنده قليبات يعني راه فرحان تيحب ماماتي حباباتي دونك هاد الطريقة هادي الوليدة صغر مزيانة ولكن المراهقين الأكبر بالكلمات بالكلمات بلس محتاكوتش يعني كتطور المشاعر ديال الطفل على حسب سين دياله وكان هي مشاعر بصح كتطور على حسب سين هي كتبقى هي ما تتبدلش غير هو تعبر تعبير اللي كيتبدل تتطور من المرحلة لمرحلة هادش اللي تكلمنا عليها لسنة دبا كي خلينا نستنجو أهمية الاحترام اللي هو من أهم أصوص تربية الإيجابية واحترام ديالاش احترام بنفسي ديال المشاعر ديالي واحترام ديال المشاعر ديال الطفل أول حاجة ممنوعة في التواصل والنقش مع الطفل ديالي هي استنكار وتجاهل مشاعر دياله هادي ما مسموحاش نهائيا فترابي هادي عكس تربية الإيجابية هادي عكس تربية الإيجابية يعني من اللي طفل ديالي يجيبكي عليك يقولك أنا رأى مات لي القط ديالي تقول له وعدك غير قط شي مشكل يعني ما استقبلتش لتستنكرات يعني يعني Url فعلا留كي حاس بحث الإصاف وقلت في معروفة ولا يعني كانوا مشغورين بحاجة طريقة كين واحد آخر؟ هو من يجيبكي اوك أنا راني عيان حвоن نجوابه انك revital لا يوجدونه معروفة لتب區 الصة بخير هذا استنكر المشاعر ديال الطفل كي كنت تمشى أنا والطفل ديالي في الزنقة وداس حدها واحد الكلب وقبط فيه وغوط واحد الغوطة واشتها هدي خافوا منه الناس راه غي يكلب تمشى راه ما يمكنش ما يمكنش كان يعني كان طيحه في واحد الحالات بحال هكا بحال ده بغاد يجي يشكي عليك يقولك أولا يكون طاح تقصح وتجرح في الركبة دياله راه ما يمكنش ما يمكنش نبقى ماشين على هات طريقة هاتي لانو أحاسيس طبيعية في الفترة ديالنا ولكن احنا عند باننا راه إلا قصحنا معاهم في الجواب ديالنا راه كان قويلو شخصيه دياله ولا ميمكنش راه توقع عنده واحد الأحاسيس اللي كيعبرلك عليها وتقولك سمع الأحاسيس ديالي مش يسمع شنو تنقول تكلمتلي على العبارات الصحيحة اللي ممكننا نساعده بها الطفل باش لانو كيفما هدو كلهم تكرتي عدو أمتلاع سلبية اللي خطنا نتفاداوها في حين أنه كين عبارات اللي هي إيجابية للك تساعد الطفل على تنمية ديال القدرات دياله واللي غادي تساعده حتى التفل مراحل لانو كيفما الخاصة اللي فهمنا معاك كوتش أسمع هو أنه في تربية إيجابية الخاصة ديالها اللي كتميزها وأنه كنخدمه على الآنية يعني في تربية التفل واحتفل مستقبل كناشئة كيفاش أنه غادي يفيد نفسه ويفيد المشتمع من بعد معلوم؟ معلوم أول حاجة هنا غادي تساعد الطفل هي من اللي عبر على شي حاجة كيفما كانت نسمع له وما نستنكرش الأحاسيس دياله كيف قلنا بالعكس جو في فاليدي للموسيون دياله وشني يفاليدي للموسيون؟ هي غادي نبيل له بأنني فهم دك شي اللي كيحس به ولا بعد المرات حاسة دك شي اللي كيحس به حتى أنا مرت من واحد المرحلة بحال هاكا حدا بعد المسألة ديالكلب زعمة شخصياً غايجي ولدي يقولي يا راني خايف من الكلب غادي نحس به حتى أنا كنخاف من الكلب فعلا هاد نرجع الأمثلة اللي عطيته في الأول حدا با منيجي قولك راني عيان ميمكن لكش تقوله لا راك تفشيش ولا كتبوحط هتقوله يا كلا بس فينا عندك الحريق منينجا كلايا نستقبلهم الكلب من اللي غوط الطفل على ود الكلب قوله ما لك خلعك هاد الكلب مني قربو ونباحدك شنو شنو قالك مني يقولك راني تحت وتقصحت غادي نتكلم معاه باللغة ديال الوجه واللغة ديال ها كتبين أنك راح تنتهي اي تقصحتي اي 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 ماشي نشفق فيه قاع ونمشي مع هالشفقة زعمة ولا هدا ولا نمشي مع هالشي حل أجي نشريلك هادي سافي غير سكت أجي نشري هالك سافي تهرست الكلام ما نتنشريلك واحدة اخرى لا ما نمشيش مع هالنا الحل وما بغيش الحل هو بغاك غايت سمعيلو سمعيلو تكون معه فذك الاحساس اللي هوتي يحصل بها ديك ساعة يعني نقدر نمشي معاه ونقوله دابا انت شنو يريحك دابا لاياش محتاج فاش يمكنلي نساعدك انا انا يمكننا الحل اللي غادي نعطيه ما يوال مش عاد نزيدنا الصبوع لدك الشي اللي هوتي يشكيلي منه فعلا نقوله دابا انت لاياش محتاج فاش يمكنلي انا نعاونك انا قدار يقولك الاوال وصافي ما بغيت وغيت وغير المهم انا خسني نسمع له ونفهم له الاحساس الاحساس دياله على شبه يقبر هنا هاد شي شمان المهارة اللي كنعلمو الى التعاملت معها بحال هاك هاد سنسول دابا الاهباء فنقولهم في نظركم شنية هاد المهارة اللي كنعلم الوليدات هادي اللي كنتكلمو عليها هاد الكمبيتنس اللي سوسيو ايموسيونيال هاد المهارات الاجتماعية والعاطفية اللي مهمين بزاف يتعلموهم الاطفال دياله دابا ف هاد الحالة هادي شمان المهارة تنعلم الوليداتي كنجوش ديال المهارات كنحتارة يعني تنحتار من نفسي وتنحتار مكنتا في الاحساس ديالك حي تنسمعلك وكينا الامباتي يعني راني حاسة بك وفاهماك حتى هو وعدي يقول لي من اللي تيشوف ماما ولا بابا كيحسو به وكيسمع له حتى هو غادي يقول لي حس براسه ويحس بالخرين حتى هما وهدو بجوه من نقاط مهمة اللي ذكرت يعني الاحترام وانا نحسوه نفهمه الاخر يعني راه خاصيات اللي هما ايجابيين مية في المية واللي غادي يعطيو لا في علاقات الاطفال يعني بالوالدين ديالهم لا في المدراسة كيفاش غايتعاملوا لا في المراحل العمريا اللي كيتطور منها الطفل باش نزيد نطور مازال مع الطفل هدو المسألة ديال الاحساس حت مهيمة جدا عنها في الحياة كيقدرنا نكون جايبة من الدراسة ويعود لي على شي صاحبه وصاحبته راه الاستد ايه قصح معها الهدرة ومعجبهاش الحال شني يا ولدي معجبهاش الحال في النظرك انت باش حسات هذيك البنيتاللي اللي كتكلم معها الاستد دياله باش حسات هاد باش حسات باش حسيتي خصا تكون تولي عنا حضرة اذا غادي نمشيوا لكوتش اسما انت عارفوا التساؤلات ديال المستمعات والمستمعي الاوفياء معنا المستمعات صفا ام علي وعالية من الرباط انا ام الطفلين عالية 7 سنين وعالية 5 سنين عندي الولد يبكي بزاف كسر من البنت على اي حاجو بكل سهولة الدموع تيخرجوا وبابا دي ما كيقول لي مالك تبكي بحل البنت الولد ما تبكيوش بغيت نعرف واش عادي ولا لا عطيتي نيز ميثال بهده بصح هده 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 ما زال هده الولد ما تبكيوش وما الولد تيبكيو بحالهم بحال البنات وإلى عبر عالي على الاحاسيس دياله اللي هما الالم ولا الغضب في داك الساعة هديكي احسن حاجة درها في داك الساعة علاش حيتما اللي كان كونو صغار مثلا عارفوش نعبره على المشاعر ديالنا بالكلمات ونلقي خطاب على المشاعر ديالي ما كيمكنش الدراري الصغار يتعاملوا بها الطريقة دونك تيبكي ولا تيتحكو ولا تيبكي وإلى ما بكاش غادي يقدر يخنق فيه هدك الحزن ولا الغضب ويقدر يتحول إلى عنف من بعد إلى ما بكاش هديك الحزارة يمكن يبدي يضرب في شيح هذا ولا يرمي بحالة كيكبت هدوك الأحاسيس والمشاعر دياله ما تيخرجوش في الوقت دياله ما تيخرجوش فوقتهم وما تنخليش ما تنعطيش الفرصة باش يخرجوهم نونك تيخنقهم تيخنقهم حل واحد القمعي لا بغلا نقوله اكزاكتو موتي واللي غير سدعلي غير في العنف كيقدر يفقد الاتصال مع المشاعر دياله لأن البوكاء في سياق الحزن كيخلق لنا واحد تنظيم داتي عاطفي كنسمي وإحنا يا لسيستم دوتو غريجولاشون ايموسيوني راه لازم نبكي واش نخرجوش شوية واش نقادو ووحد تيرتاح هاد شيلي كين نونك هنا كأم ولا كأب يمشي نقلب على شنا هي الرسالة اللي مجهلنا شنو السبب البوكاء ديال العالي راه يمكن لي ما نكونش عارفان السبب دياله وليش كيبكي وغيت نقول له وسكوس باركة من البكاء خسنا نلمسو هاد الاحاسيس خسنا تلمس لمن نحنا آباء ولا من من الأطفال كيف تيقولو تيقولك ميمكنناش نخرجو من واحد الموضة اللي مدخنالوش دونك ميمكنش ينا نخرج من هاد البكاء وهاد العصبية وهذا يلا ما قصوش وما لمستوش لازم نحس بهوجلاك وننسق بلو وعاديك ساعة نشوف كيفاش يمكنلي وعلا وخاكين تساؤو الأخور مستمع سي كمال من دار بيدال اللي خليكم والدي صغير عندو 11 سنة حشومي بزاف ما أنو لا أنا ولا ماما ولا أخوتو فينا هاد الخصلة كنضحكوه كنهضرو بحل كبار بحل صغر ماكينش انتا صغير سكوت كل واحد كنحاولو نزولو منو الحشمة إلا والدنا صغير رتيكون عارف الحاجة وتيحشم وتيقولها قدام ديف متيقولاش قدام ديف كيبقى ساكت متيعبرش على المشاعر واش فرحان واش مقلق يعني عندو نفس الإحساس تخونكيل هنا في هاد السؤال لسناء كي تبينو الياجوش ديال النقات كي النقطة الأولى بأنه حشومي والنقطة الثانية بأنه متيعبرش على الأحاسيس دياله هنا بنسبة الحشومي نحن نحترمو الخصوصيات ديال كل طفل ولكن إلا إلا كانت كتشكلهم واحد المشكل في علاقتهم مع عائلتهم ولا علاقتهم مع الأصدقاء ولا مع الأساتداء ولا في قرايتهم هنا ملي كيكون كيشكل تتشكل هاد الحشومة كتشكل واحد المشكل كي مكننا نتاجهون مشيو معا ندير ولي شيء شيء طبحة للمسراح ولا رياضة جماعية كي واتقون نفسه كتار كتعدو حد الجراء تتخلط مع الناس تنحاول نخلق لي واحدة فرص نحن نعزل بوحده صحيح نحاول نخلق لي واحد الفرص باش يتجمع مع الناس أنا أقول بحل هدا وليد هدا اللي كانت تكنمو عليه يمكن الكورة تتخلط مع الوليد ومشي نشوف معاه هو شنه هي الرياضة الجماعية اللي يرتاح فيها وزع ما أندي غير كتعمو هاد يا رياضة كيف قلتي يا مسراح يا مسراح ولا نعطي فرصة باش يتلقى مع وليدة تقدو ولو إلا عندك شي صحابك ولا هدا عرض عليهم تلقى بيهم جيوا للدار دونك هدي من ناحية الحشومة من ناحية ثانية ما كيعبرش على الأحاسيس ديالو ما غاديش يمكنك تفرض عليها تقول لي واش فرحان ما يمكنش أنا اللي تنطلب من هاد الأب هم يبدأ يخرج مع الطفل ديالو يخصص له واحد الوقت كالي تكون كاتو ومشي يتعبر بسهولة يتقرب من الطفل ديالو يتقرب من الطفل ديالو يخرج هووية يتمشى هووية يقلس معه فقه هو هووية يديه معاه يشاركو يخليه يشارك معاه في شي حويج اللي تنديلوهم في زنقاء يمشي معاه سيبير معشي يمشي معاه يتقرب دا يمشي معاه ويقلس هووية ويستمع له يعطي غير يعني هاد الخرجة ماشي باش يدير له الخيطاب ولا يقول لا 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 نهائيا يعني هاد الخرجة عادي نخرج معاه باش نسمع له باش نتعرف على ولدي حيث ما تنتعرفوش بزاف على ولدات كيف ما ذكرت كوتش أسمن تأشرتي واحد نقطة مهمة بانسببا لهذا الحالة على اساس انه يخرج ولده ببحده لانه بعد النوبات كيكونوا تبارك الله الخو تجوج ثلاثة ديالولدات كان خرجوا خرجة جماعية فالقدر يكونوا فرحانين مجموعين ولكن ما كان عرفوش شنو كل واحد شنو عنده مثلا يعني معاه مني كان يكونوا مجموعين ما يملك يكون محدة بها كاشي صعوبة مزيان انه مثلا الأم والأبي يخرج والدولة بنتو غير هو ببحده راس في راس باش يتعرف عليه كتار كيف ما قلتي ويعرفوش شنو بغي يعبر عالش بغي يعبر عندك مئة في المئة صحيح حت هذا ستنوتي ديال التربية الإيجابية سميتو لطنديدي هذا كي خصنا نمدى ونخرجوا ولدتنا راس في الراس يالأب مع الطفل ولا الأم مع الطفل خصنا نبرمجوها خصت تكون عنا كينف كين خرجات عائلية وكين خرجات فردية أنا مع والدي ولأنا مع بنتي باش نسمع له ماشي باش نحط السلطة نطبق شي سلطة ولا نعطي شي موعدة يعني ماشي وقتها عندها وقتها ولكن ماشي شكل إيجابي هذي كباش نتعرف أنا على الطفل ديالي ونسمع له نحط له غير غير سؤال كيف فاشكت تدوز الأمور في المدرسة كيف ده يرفز أصحابك شكون هما صحابك تكلم لي على صحابك شنو كتبغي شنو كيهمك في الحياة شنو مصصفارات اللي تبغي تمشي وربيداتك يعجبون حال أنه يضرع لرأسهم حد كان هتمو ليهم وبوحده يعني الهتمام كله للطفل إذن شكرا لك بزاف الكوتش أسماء مقامي مختصة في تربية الإيجابية على كل هذي المعلومات اللي قدمتنا اليوم بفقرة كيفاش كوني إيجابية في تربية أطفالك الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نتكلمو على واش كنستمعو الأطفالنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة